أعلن مجلس الأساتذة بجامعة وادي النيل تأييده لقرار مجلس العمداء القاضي باستئناف الدراسة واعتبر مجلس الأساتذة أن تعطيل الدراسة لأكثر من ذلك سيشكل مؤشرا صريحا لنسف العام الأكاديمي الجامعي وقال مدير جامعة وادي النيل فتح الرحمن أحمد الماحي في تصريح الشروق عقب اجتماع مجلس الأساتذة إن الجامعة تتهيأت تماما لاستقبال الطلاب والاستئناف الدراسة والامتحانات معا مشيرا إلا أن إدارته وضعت من الترتيبات والتدابير المحكمة ما يضمن تدارك وتلاف الأثار السالبة المترتيبة جراء تعطيل الدراسة في الفترة السابقة وحذر الماحي من مآلات تجميد العام الجامعي هناك معالجات سفدتين إن شاء الله للمحافظة أو للاستفادة الأصوى من الفترة الزمنية على أساس أن نتدارك ما تم تعطيل فيه للدراسة والامتحانات بالتقويم الأكاديمي قطعا أي تعطيل إضافي يمكن قد يؤدي إلى تجميد العام الجامعي بأكمله لأنه التقويم حقيقة يرتبط بأنشطة أخرى نحن عندنا الآن طلاب الشهادة السودانية اللي يجب أن نمتحنوا الآن هم متوقع أن ينضموا للجامعة إن شاء الله في شهر سبتمبر أو هكذا لذلك أي تعطيل في التقويم الأكاديمي قطعا يكون له إفرازات سلبية على مسيرة الجامعة والجامعة عموما وفي السياق قالت عمادة الشؤون العلمية بجامعة وادي نيل إن استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعة سيتم تدريجيا للكليات وفق جدول معلن وبترتيب دقيق فيما أكدت عمادة شؤون الطلاب أن البيئة الجامعية مهيئة لاستقبال الطلاب بخدماتها المختلفة في كافة الكليات والمدن السكانية الجامعية وطمئنة الأسرة بعودة الأم والهدوء والاستقرار للجامعة ومدن الولايات تم الإعلان وفق جدول محدد يبدأ بيوم 26 فقط بطلاب المستوى الأول في كل تطيب والعلوم الصحية والبدأ الوزالة ترسوب للمستوى الأخير في كلية الطيب والعلوم الصحية ثم يتدرج الاجتئناف الامتحانات يوم واحد أربعة لكليات العلوم الإسلامية والعربية الشريعة والقانون وكلية العلوم الحاسوب وتغانة المعلومات وكلية المعلمين وكلية القرآن الكريم نحن نقول في عمادة شؤون الطلاب أتمنى العدة الآن في جانب الخدمات للطلاب وفي استراحات في الكفتريات في غيرها الآن الحمد لله هي الآن جاهزة تماما نطمن الأسر إنه الآن الجامعة آمنة مطمئنة هي الآن أكمنة استعداداتها بكل هيئات التدريس وكل العاملين فيها لاستغبال الطلاب